السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه الاتصالات تفضلي أختي أم إبراهيم أم عليكم عليكم السلام أخوة الله عندي ثالثة أنني سمحتك أخوة 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 تفضل أختي السؤال الأول أنا لي طريقة أشترت منزل عن طريق البنك يعني تفيد تفيد أقصات وزوجها ما يشتغل ما عنده راتب نوجها ما عنده راتب وهي يطلقها على البيت ويتشتغل أقصات هذه وهل زوجها يقل له يأخذ زكاة إن شاء الله السؤال الثاني ابني عنده زكاة يعني طلع زكاة عنده كيف عفوا أختي إبراهيم أعيد السؤال الثاني أو سمحتي ابني 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 عنده زكاة يعني طلع زكاة هو لكن أنا أدفع أدفع عنه هذا المبلغ يعني بديا يجوز يعني أنت تدفعين الزكاة عنه أي بديا يعني هو يطلع المبلغ ويكل المبلغ كده وأنا أدفع عنه بديا لا لا ما فهمت عفوا الآن ابنك عنده زكاة زكاة ماله هو أي أيوة يطلع طيب أنا أدفع هذا المبلغ يعني إذا كان عنده زكاة أدفع عنه الألفين أنا أدفع عنه الألفين طيب يجوز وهو ما يدفعه يعني أنت تطلعين بداله أي ودي أي إن شاء الله يجوز إن شاء الله إبراهيم الله السلام أياكم الله أيكم السلام والحمد رضي الكريم السلام عليكم عليكم السلام أهل الله أهل الله أهل الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ممنون دكتور مرحبا مرحبا فضلي عبير السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال الحمد لله يعني مو مكافرة عندي السؤال إذا شخص كافر ولم يتوب وفي حالة اضطرار ودعى الهداية هل يستجاب الدعوة؟ هو كان غير مسلم؟ غير مسلم وفي حالة اضطرار ودعى بالهداية هل يستجاب؟ إن شاء الله شكرا الشيخ أهلا وسهلا طيب الأخت مبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول لها صديقة اشترت منزل عن طريق البنك وزوجها تقول ما يشتغل ما عندها راتب وهي اللي قائمة على دفع الأقصاد بالنسبة لزوجها هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ أختي مبراهيم بارك الله فيك فيما يظهر من صورة المسألة أن هذا رجل فقير وأن زوجته هي التي اشترت البيت وعن طريق البنك وتدفع أقصاد وهو ليس عنده دخل فما دام أنه بمثل هذه الحالة فنعم يجوز له أن يأخذ الزكاة أو أن يسأل الزكاة كل هذا مشروع لله الحمد لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته والغارم بحق بشرط أن يكون بحق هو الذي دخل في قرض مثلا أو دين ما استطاع السداد وبالنسبة للمرأة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها وإنما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فإذا كانت حالة الزوج بمثل هذا المستوى فيجوز له أن يأخذ من الزكاة أم إبراهيم تقول ابني عنده زكاة ويريد أن يدفعها مثلا تقول أنا أقوم فأدفع عنه الزكاة ما حكم ذلك أختي أم إبراهيم بارك الله فيك الأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله من ماله هذا هو الأصل ولذلك من كان عنده نقود يخرج زكاة هذه النقود من النقود أو مما يملك أو مما يملك وأما إذا قام شخص فتبرع له كوالد أو والدة مثل حالتك وقالت لابنها أنا أدفع عنك الزكاة يجوز فالراجح من قول أهل العلم لكن بشرط أن تخبريه حتى يستحضر نية الإخراج فلو أعطيتي أنت المبلغ يكون أفضل قولي لأنت طلع الزكاة هذا مني لك يطلع الزكاة يكون أفضل وإذا لم تعطيه وأخبرتي بذلك واستحضر النية على أن هذه الزكاة لا حرج كريم من العراق يسأل ما مقدار الفرسخ والبرد أقولي الفاضل بارك الله فيك يعني هذه مقادير قديمة الآن ليس عليها يعني العمل عفوا ليس يعني متداولة هذه مقادير للمسافات ليست متداولة الفرسخ والبرد وكذا وإنما الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مسافة أربعة برد وقصر فيها قال العلماء أربعة برد تساوي ثمانين كيلو متر ثمانين كيلو متر بهذا التقدير بارك الله فيك كريم يسأل يقول هل هناك يعني أشخاص أو حديث عفوا بخصوص أن أناسا هم أهل الله نحن نعرف بأن الله تعالى واحد لا شريك له كريم بارك الله رضي عنك أولا بالنسبة لما ذكرت من أن الله تعالى واحد لا شريك له هذه العقيدة التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء والمرسلين ولذلك ما من نبي إلا ومفتاح دعوته يا قوم اعبدوا الله يعني اجعلوه واحدا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأيضا في صرف العبادة له فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد قال جل وعلا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاوُوتِ ولذلك الله عز وجل ليس له صاحبة ولا ولد ولا زوجة قل هو الله أحد الله الصمد الأمر الثاني بالنسبة للإضافة إلى الله عز وجل على نوعي إضافة الصفة إلى الموصوف إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الخلق إلى الخالق إضافة الخلق إلى الخالق أما إضافة الصفة إلى الموصوف فيما يتعلق بالله عز وجل فهذه تكون الصفة هذه غير مخلوق وإنما مثلا يقال رحمة الله عز وجل عزة الله مثلا يد الله وجه الله مثلا هذه من إضافة الصفة إلى الموصف ولذلك كل إضافة كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل مما له فهي ليست مخلوق وإنما هي من الله سبحانه وتعالى سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلي فتقول يد الله وجه الله مثلا تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه من الصفات أما الثاني إضافة الخلق إلى الخالق أو إضافة المخلوق إلى الخالق فإذا أضيف شيء من المخلوقات إلى الخالق سبحانه وتعالى فهذا يكون من باب التشريف والتعظيم جعل الله الكعبة البيت الحرام البيت الحرام هذا هو بيت الله عز وجل فليعبد رب هذا البيت فهذا من باب التشريف ناقة الله وسقياها أضيفت إلى الله من باب التشريف والتعظيم كذلك ما يتعلق بأهل الله عز وجل هذا ورد في حديث لا بأس بإسناده أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته والمعنى أنهم أضيفوا إلى الله إضافة تشريف إضافة تشريف وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف وإنما من إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى إضافة الخلق أو المخلوق إلى الخالق هذا تسمى إضافة تشريف بارك الله فيك ورضي عنك نعم فضل يا أبو خالد السلام عليكم شيخ عليكم السلام تباركاته شيخ عندي ثلاثة أسئلة فضل أول سؤال متى يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين وكيف أن نجمع بينهم إن شاء الله وأقول ثانية ثالثة أسئلة أو جاوبت كيف أقول ثانية ثالثة أسئلة أو جاوبت لا 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 تفضل عطنا أسئلتك كلها وثاني سؤال عندي كلب وأريد أتخلص منه بعد ما اكتشفت حرمت تربيت الكلب فكيف أتخلص منه وماذا أفعل إذا أهلي غيروا راضين إن شاء الله وثالث واحد هل يجوز لي أن أجهر في القراءة في الصلاة الخمس إذا صليت وحدي وهل أن أجهر بصوت عالي شوي ولا لازم يكون من خصوص حتى أنا الوحيد اللي أستطيع سماع التلاءة إن شاء الله يا خالد بارك الله فيك تسمع الجامع إن شاء الله فضلي أمل السلام عليكم شيخ عليكم السلام في الله شيخ أنت يشأل هل الصوم لا يكمل إلا بالصلاة؟ يعني أنا عارف واحدة ما تصلي وتقول ما يخصي يعني أنا أصوم العمل يقبل عند الله أقولها ما ينفع كان ركال الإسلام خمسة اللي هي شهادتان بعدين الصلاة بعدين صوم كيف تطوين بدون الصلاة؟ تقول لي لا ما يخصها هذا الشي غير هذا الشي غير فأقول لا ما ينفع إن شاء الله يا أمل بعد عندي سؤال ثاني أعرف واحدة دائما أن تأخر الصلاة وتصليها أو تجمعها يعني أن تصليها متأخر أو تجمعها والسبب ما لها شو أن أنا مقضعة بعدين بطالي أو بنام فأقولها ما يجوز أنت كتف من الله بقبل هذه الصلاة يعني أنت جمعين بدون سبب مقنع شو الحكم؟ إن شاء الله يا أمل شكرا شايف مرحبا أختي طيب عندي الأخت عبير من العراق تسأل تقول إذا كان الشخص غير مسلم وكان في حالة اضطرار ودع الله بالهداء هل يستجاب له؟ أختي عبير بارك الله فيك أولا بالنسبة للدعاء من متعلقات الربوبية وله اتصال بالإلهية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل أمر عباده بأن يدعوه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ولذلك الله عز وجل قد يستجيب لغير المسلم يقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون ولذلك الدعاء هذا مثل الرزق الدعاء مثل الرزق فالله عز وجل يرزق البر والفاجر والمسلم والكافر يرزقهم كذلك الدعاء يستجيب الله عز وجل للمسلم ولغير المسلم والأمر الثاني بالنسبة لاستجابة الدعاء هذه لله عز وجل ولذلك الإنسان يدعو والله عز وجل هو الذي يستجيب أو لا يستجيب هو الذي يستجيب أو لا يستجيب والله تعالى مطلع على قلوب العباد ويعلم ما في قلوب عباده وربما دعا إنسان من المسلمين دعاء لم تتوفر شروط الإجابة فيه أو وجدت موانع ما يستجيب الله له وقد يدعو غير مسلم دعاء فيطلع الله عز وجل على ما في قلبه ويعلم بأن هذا الدعاء استوفى الشروط لتوفر الشروط وانتفاء الموانع فيستجيب الله عز وجل له فلذلك اختلف هذا نحن ما نختبر الله عز وجل الله هو الذي يختبرنا ولذلك على الناس أن يدعوه فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله عز وجل أمر بدعائه وبطلبه وبالتضرع إليه سبحانه وتعالى أما قضية الإجابة فهذه لله عز وجل بارك الله فيك خالد بن أبوظبي يقول متى يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين وكيف يكون خالد بارك الله فيك بالنسبة للجمع يكون في الحضر ويكون في السفر أما القصر فيكون في السفر فقط قصر الرباعية لا يكون إلا في السفر قصر الرباعي رباعية ما هي؟ الظهر العصر العشاء هذه ما تقصر إلا في السفر إلى ركعتين ما تقصر إلى ركعتين إلا في السفر أما الجمع فهو مشروع في الحضر وفي السفر في السفر معروف يجمع المسافر مع القصر سيصلي الظهر ركعتين ثم يجمع معها العصر ركعتين هذا يسمى جمع تقديم أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي ركعتين ثم يصلي العصر بعدها ركعتين و كذلك المغرب و العشة أما في الحضر يعني الإنسان المقيم فالأصل أنه ما يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك الأصل أنه ما يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت كتابا يعني فرضا موقوتا يعني مؤقت له وقت ابتداء و انتهاء كل صلاة لها وقت ابتداء و وقت انتهاء فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع جاز و ذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جمع في المدينة بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشة من دون سفر و من دون خوف و لا مطر فالنبي صلى الله عليه و سلم جمع في المدينة جمع في المدينة سئل ابن عباس لماذا فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته بمعنى أن من احتاج إلى الجمع يجمع مثل من؟ مريض مريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته نقوله توبأ و اجمع بين الصلاتين من دون قصر طيب طبيب عند عملية جراحية سيدخل غرفة العمليات و ربما يخرج وقت الصلاة الثانية نقوله اجمع يقول الله أنا عندي عملية بعد صلاة الظهر مثلا و أخشى أن يمتد وقت العملية إلى المغرب نقوله اجمع حارس عسكري على منشأة مثلا دوامه ساعة وحدة أو ثنتين و هو هذا المنشأة ممنوع أنه يترك المكان نقوله اجمع بين الصلاتين هذه حاجة هذه حاجة الشخص الآن يريد أن يسافر و يعتقد بأن الطيارة ما يمكن يصلي فيها لا يستطيع التوظى و لا يستطيع يصلي و لا كذا و يقول طيارة الساعة ثنتين و أخشى أن أنا بقيت في الطائرة تصل الطائرة بعد خروج وقت العصر نقوله اجمع من دون قصر اجمع من دون قصر فيصلي مثلا الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات فيجمع العصر مع الظهر هذه الطريقة اللي سألت عنها يا خالد بارك الله فيك خالد يقول أنا عندي كلب في البيت و أريد أن أتخلص منه بعدما اكتشفت حرمة اقتناء الكلاب يقول أهلي غير راضين ماذا أفعل بهذا الكلب خالد بارك الله فيك و رضي عنك و جزاك الله خير و تشكر على هذه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فالنبي عليه الصلاة و سلم منع من اقتناء الكلاب في البيوت إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب ماشية و أما بقية الكلاب فلا يجوز للإنسان أن يقتنيها و لذلك صح عن النبي صلى الله عليه و عليه و سلم أنه قال البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائك و في لفظ لا تدخل الملائك بيتا فيه كلب أو صورة صح عنه صلى الله عليه و سلم أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا و في لفظ قيراطين من الأجر يعني من الأجر يذهب عليه الأجر و لذلك يجب على المسلم أن يستجيب لله و أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أن يطيع الله و رسوله و قد أحسنت بعدما تعلمت حكم اقتناء الكلاب و أنك لآن تريد إخراج هذا الكلب من البيت و لا يجوز لأهلك أن يمنعوك من إخراج هذا الكلب مدام أنك أنت الذي اشتريته لا يجوز لهم و يجب عليهم أن يتعلموا و أن يتفقهوا كما تعلمت أنت و تفقهت و لله الحمد و المنة فكيف يرضوا بعدم دخول الملائكة في البيت الآن إذا أصروا على هذا هم الآن يمنعون من دخول الملائكة في البيت و إذا خرجت الملائكة من البيت ما الذي يعقوبها و يخلف الملائكة الشياطين نعوذ بالله و بالنسبة للطريقة أنا ما أعرف حقيقة لكن ممكن تتصل بالبلدية و تتصل بالجهة المسؤولة عن مثلا الكلاب السائبة مثلا يعني تأخذها إلى مثلا أماكن أو شيء بهذه الطريقة بارك الله فيك و لا تسيب الكلب خشة أن يضر الناس و إنما تتصل بالجهة أنا ما أعرف و الله لكن ممكن يساعدونك البلدية أو غيره بارك الله فيك يا خالد فضل أبو محمد السلام عليكم و رحمة الله السلام و رحمة الله و بركاته الشيخ بارك الله فيك أنا سألت كمس بخصوص دار القرآن اللي سويتها سألت الشخص المغيم عليها اللي هو الإمام و مدرس دين قال لي أنا أخذ منهم مقابل شيء رمزي مقابل تدريس الأطفال يغرئهم الغرآن يقول مقابل تدريس أنا أفضي وقت لهم في اليوم عصر وأخذ شيء رمزي و هو ما عنده راتب يعني عنده راتب من الدولة كمدرس بس بالليل بس بالليل الله يسلم العصر بالله يسلم يدرسهم يأخذ مقابل الرمز هذا رمز شيء رمزي يعني يشترط عليهم يعني يشترط عليهم أنه يأخذ منهم شيء رمزي طيب عبشرة أبو محمد و فيه سؤال ثاني الله خليك الشيخ بارك الله فيك بتعدل الصدقات كثر و نوحن و الزكوات كيف كيف تريد معرفة يعني تم ذكاء على المسلم الزكاة صطر و الزكاة مال و غيرها أي كم على المسلم من الصدقات الواجبة الواجبة و الزكوات و إذن بارك الله فيك أهلا وسهلا أبو محمد كل شكر لك مرحب مرحب تفضلي التسنيب السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة تفضل أخت السؤال الأول إذا لمرة كانت بمكان عام مثل بحديقة و دخل عليها وقت الصلاة و هي بدي تصلي بصير تصلي بالحديقة طبعا علما أنه في رجال بالحديقة بصير تصلي وهي جالسة و لو هي قائمة إن شاء الله تمام و السؤال الثاني هل أنا لما كنت عبا صلي و وصلت لمرحلة التشاهد الأخير و أدركت أنه في ركعة أنا ناقصة عندي أنا وصلت يعني تشاهدت و نظامي فيما يعني أكمل صلاتي ولا شو أعمل أنه أرجع أقوم وأكمل الركعة إن شاء الله تمام و السؤال الثالث أنا بصلي الوتر ركعتين بركعة واحدة يعني أنه ما بقول الدعاء أنا يعني أنه بصليهم مثلا ركعتين بسلم و برجع بصلي ركعة لحالة ثالثة كيف يعني أنت وش علاقة الدعاء هل هو بصلاة الوتر بتتصلى هي ثلاث ركعت تمام و في دعاء الوتر هنا بيقولوا مثلا بالركعة الثالثة يعني أنه تمام بتتصلى خمطة علي أي يعني أنت ما تأتيم بالدعاء يعني لا ما بقول الدعاء أنا بصلي ركعتين بسلم و برجع بصلي ركعة مفردة لحالة إن شاء الله يا تسنيم أي تمام بس دورشي أهلا وسهلا يا تشكي العافية طيب خالد بارك الله فيه من أبوظبي يسأل يقول هل يجوز لي أني أجهر في القراءة في الصلوات الخمس مثلا خالد بارك الله فيك بالنسبة للصلوات الخمس من حيث الجهر على قسمين الصلوات الليلية يجهر المصلي فيها وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر والصلوات السرية لا يجهر المصلي فيهما وهما صلاة الظهر و صلاة العصر فصلاة الظهر و صلاة العصر لا يجهر فيهما المصلي و إنما يسر و معنى يسر يعني يحرك لسانه و شفتيه لا يطبق شفتيه كما يفعل بعض الناس يصلي صامتا لا ما يصلى هذا الذي يصلي صامت ما صلى و إنما يحرك لسانه و شفتيه صلاة الظهر و صلاة العصر أما الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر فيجهر فيهما جهرا يسمع نفسه إذا كان يصلي منفردا و يسمع من وراءه إذا كان يصلي إماما أنت قلت لي يا خالد و ما أدري وش السبب ابنك تصلي لوحدك إذن بالنسبة لصلاة الظهر و العصر العصر تصليها سرية و لا تجهر بها كما تجهر في المغرب والعشاء والفجر بارك الله فيك و رضيه عنك أمل من العين تسأل تقول هل الصوم لا يكمل إلا بالصلاة تقول عندنا وحدة تصوم و لا تصلي و تقول ما لا علاقة الصلاة بالصيان أمل بارك الله فيك و رضيه الله عنك و هدى الله هذه الأخت يعني التي تفتي من عندي نفسها و تقول على الله قولا عظيم أن نسأل الله لها الهداية أولا الصلاة أعظم من الصيام الصلاة أعظم من الصيام و والله لو أن الإنسان ترك الصيام على أن لا يترك الصلاة ها فهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى يعني إذا والله خير أتصلي و لا تصوم قال لا أصلي هذا أفضل مع أن الصيام ركم من أركان الإسلام و لذلك يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الوقت الصلاة تعالى أن يفتح على قلبها لا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام و تتألى على الله و تقول هذا الكلام بكل سهولة يقول جل وعلا و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم كيف الآن تجرأت على الله عز وجل و قالت مثل هذا الكلام يعني ما استشعرت أن الله تعالى مطلع عليها ناظر إليها يسمع كلامها و يعلم سرها و نجواها كيف تقول الصلاة غير ذات أهمية يكفرني أصوم و الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقول جل وعلا و أقم الصلاة لذكري و ما من نبي من الأنبياء إلا و فرض الله عليه الصلاة الصلاة و لذلك قال جل و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و بيّن جل وعلا خطورة ترك الصلاة في آيات كثيرة يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون النبي عليه الصلاة و السلام يقول بين رجل يعني و المرأة بين الرجل و بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة يقول عليه الصلاة و السلام العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر و يقول صلى الله عليه و عليه وسلم بني الإسلام على خمس خمس دعائم شهادة ألا إله إلا الله و أن محمد رسوله و إقام الصلاة دائما الصلاة تأتي بعد الشهادتين أعظم ركم من أركان الإسلام الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليها يعني الصلاة الخمس لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أسماء أعتقد ما تخفى على مسلم يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نعوذ بالله وذلك سمى الله الصلاة إيمان قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ سمّى الصلاة إيمان سمّها إيمان ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة هذا ليس كلامي هذا كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركوا كفر مثل الصلاة الصلاة هذه أعظم ركن هي عمود الإسلام هي عمود الإسلام ولذلك العلماء أجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة كفر واختلفوا في الذي يتساهل ويتهاون في ترك الصلاة مع إقراره والتزامه بأن الصلاة واجبة على قولين القول الأول قالوا بأن يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام وهذا مذهب معروف عليه جماهير السلف وجماهير الصحابة على أن يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام والقول الثاني قالوا لا يكفر لكن لا يكفر الكفر الناقل الكفر العقدي لا الكفر العملي هكذا يقولون ومع ذلك يقولون على ولي الأمر أن يقصره على الصلاة قصر وأن لا يتركه هكذا يترك الصلاة يعني المسألة ليست سهلة أنا لما أتحدث وأجيب كلام العلماء حتى أبين المسألة ليست بمثل هذه البساطة التي تقول صاحبتك هذه أو قريبتك ليست بهذه البساطة ولذلك أول شيء يسأل عنه المسلم يوم القيامة ما هو الصلاة أول سؤال يسأل عنه المسلم يوم القيامة لما يبعثه الله عز وجل عن صلاته عن صلاته هل صلى ولا لا هل صلى ولا لا بحثينا الصلاة نعمة من نعم الله يعني الله عز وجل أحب الصلاة ففرضها في أول الأمر خمسين صلاة خمسين صلاة في اليوم والليل هذا في أول الأمر في ليلة المعراج فرضها الله خمسين صلاة تخيلوا لو أننا بقينا على الأمر الأول وبقينا خمسين صلاة في اليوم والليل ويجب على كل مسلم أن يصلي يستجيب لله عز وجل لكن الله رحيم بنا رحيم بنا وهذا النبي الكريم مبارك صلى الله عليه وسلم فخففها الله إلى خمس صلوات ونحن نصلي يوميا خمسين صلاة خمسين صلاة بالفعل خمس صلوات لكن في الميزان خمسين صلاة ولله الحمد صلاة الفجر بعشر صلوات الظهر بعشر صلوات العصر بعشر صلوات المغرب بعشر صلوات والعشة بعشر صلوات هذا فضل الله عز وجل هذا رحمة من الله عز وجل لطف بنا ولذلك لو بقي الأمر على ما هو عليه من خمسين صلاة وجب علينا أن نستسلم لله ونستجيب لله ونصلي خمسين صلاة في اليوم والليل لكن الله رحيم سبحانه وتعالى ولذلك اقتل فاضلة هذه المسألة خطيرة جدا وهل يقبل الصيام من دون صلاة مسألة خلافية بين العلماء والذي يظهر بينه لا يقبل الصيام من دون صلاة اللي ما يصلي يصوم وما يصلي كيف كيف تقبل صلاته الصلاة عمود الإسلام إذا هدم العبود سقط البيت شفتم بيت الآن قائم على عمود ها ثم راح العمود وش يبقى في البيت ما يبقى شيء فذكريها وقليلها تتقل عز وجل وتنتبه لنفسها ولن تضر الله شيئا ولن تضرك ولن تضر أحد من الناس والله ما تضر إلا نفسها يقول جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه فالله عز وجل غني عن عباده لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين وأهل الإسلام أغني عن هؤلاء الذين يقولون والله ما نصلي لا نصون بس ما تضرين المسلمين شيء فلذلك انتبهي والموت يخطف الناس الآن خطف في عز الشباب يذهبون الآن إلى الدار الآخر فهل تضمن هي الآن تعيش إلى بكرة عشان ولا تتوب ولا تستافر ولا تصلي تضمن هي تعيش إلى يوم غد عليها أن تبادل إلى التوبة والاستغفار والإنابة وتتوب أيضا من الجرأة على الله عز وجل لما تقول لا 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 كذا هذه استهانة بأحكام الشر هذه تحتاج إلى توبة ثانية أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تفتري على الله الكذب ولا تقول على الله بغير علم ولا تقول على النبي عليه الصلاة والسلام بغير علم أسأل الله تعالى ونحن في شهر رمضان أن يفتح على قلبها أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها أسأل الله تعالى يجعلها من المصليات اللهم أمين أمل تقول أعرف وحدة دائما تأخر الصلاة عن وقتها أو تقول أقضيها وبعدين تقول أنا مش شيء من هذا القبيل أختي أمل بارك الله فيك يعني الصلاة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فريضة ركم من أركان السلام ولها وقت كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء الفجر له وقت طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس الظهر له وقت العصر له وقت المغرب له وقت العيشة له وقت ما يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلا لعذر عذر غلبه نوم مثلا نسي مثلا نسي أو نسيت عذر هذا أما الواحد يقول لا أنام وبعدين أصلي سبحانك سبحانك نسأل الله العافية والسلام والله إن هذا التصرف ما يسويه الإنسان في الدوام والله ما يسويه في الدوام شفت واحد قالوا له والله سبعة ونص دوامة قال لا خلينا ننام إذا صحيت بروح الدوام ما يسويه لن يعرف في خصم وفي عقوبة وفي إنذار ومراقبة للبشر لكن نسي رب البشر ونسي إله الناس حينما يتأخر عن الصلاة شيء عجيب والله شيء عجيب بعض الناس الآن ما يمكن يتأخر عن الرحلة عند سفر سياحة لا ما يمكن يمكن ما ينام في الليل الرحلة الساعة سبعة الصباح ولا ثمانة ما ينام حريص على السفر لكن أوقات الصلاة ما تهمه صلى ولا ما صلى دخل الوقت ولا خرج الوقت ما يجوز يا أخواني يا أخواتي هذه الصلاة هذا دين هذه عبادة هذه عبادة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم و أعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشرون و بعض الناس يقولوا الله يا أخي عندي ضيق صدر عندي مشاكل ما أدري من وين ما تدري من وين من هذا التفريط و التساهل في الصلاة و تضيع أمر الله سبحانه و تعالى المؤذن ماذا يقول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح هذا الفوز و الفلاح في الصلاة و لذلك الله عز وجل قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قال بعض العلماء الذين يؤخرون الصلاة عن وقته حتى يخرج وقته ما هو ويل وادا في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره نسأل الله العافية و السلام الصلاة هذه أصرا تنظم حياتك اللي مواضم على الصلوات الخامس بأوقاتها و الله إن حياته طيبة و عيشته رضية و تجد إنسان إيجابي إنسان دائما يستثمر وقته إنسان مرتب عمره ترتيب عجيب جدا أما اللي ما همه الصلاة والله إن يعيش حالة فوضوية حالة عبثية أبدا ما متى ما أراد النوم نام و متى ما أراد القيام قام ما همه هذا ما يبعيشه هذا ليست حياة يعني فعلا حياة طيبة من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة و نجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعمل حياة طيبة أنك تستجيب لله ما في أجمل ولا ألذ ولا أروع من أنك تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم أنت من أسعد الناس من أسعد الناس الذي يطيع الله و يستجيب لله بعدين إنسان يحاسب نفسه يعني الآن أمور الدنيا ما نتخلف عنها وأوامر الله عز وجل نتخلف عنها ليش ما يحاسب الإنسان نفسه يعني كما أنه أعطى لنفسه الحق و أعطى حظوظ النفس و شهوات النفس طيب أين حق الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه أبو محمد من الكويت طبعا أبو محمد سألنا في اللقاء السابق عندها بنا دار القرآن في دولة عربية يقول بأن الناس اشتكوا من المحفظ بأن يأخذ عليهم رسوم لأولادي محفظهم طبعا أبو محمد أظن قلت لها أنا أسأله يعني ما هو السبب الآن اليوم أبو محمد رجع قال أني سألته و قال أنا مقابل يعني الوقت اللي أقضيه معه الطلاب و مع الأطفال و حفظهم و عندها راتب من الدولة كما ذكر أبو محمد أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لتحفيظ القرآن وأعمال القرب عموما لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها مقابل مادي مقابل مادي ما يجوز إنسان أن يأخذ مقابل مادي على تحفيظ القرآن أو على تعليم الفقه أو على القضاء أو على الفتية أو على الأذان أو على الإمامة هذا من حيث الأصل هذا من حيث الأصل أما من حيث ما يعني يفرضه ولي الأمر للقضاء والمفتين و إمة المساجد و المؤذنين و المحفظين هذا لأجل الوقت اللي يقتطعونه في سبيل تعليم الناس و القضاء بين الناس و الفتية و غير ذلك هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لماذا؟ لأن أعمال القرب ليس في مقابل أجر مادي و إنما أجر أخروي ثواب عند الله سبحانه و تعالى لكن لما كان أغلب هؤلاء المشتغلين بالقضاء و الفتية و العلم تذهب أوقاتهم عندهم واجبات عليهم التزامات هنا يفرض لهم شيء من العطاء لأجل الوقت اللي يقضونه و ذلك لا يجوز لمؤذن أو إمام أو داعية أو محفظ أن يعتقد بأن هذا اللي يأخذه في مقابل التحفير لا ما يصلح هذا لا يجوز أن يعتقد حتى لا يبطل عمله و إنما الذي يعطى إنما لأنه حبس نفسه في هذا الوقت أربع ساعات خمس ساعات ثمان ساعات لأجل نفع الناس النفع الديني الشرعي النفع الديني الشرعي فإذا كان صاحبك هذا قال والله أنا عندي راتب من الدولة ما يكفيني و عندي وقت الآن أستطيع أني أروح للسوق أشتغل و أتكسب لكن أنا حبست نفسي للأولاد ممكن أأخذ ممكن لكن بشرط أنه ما يشترط عليهم تعطوني المبلغ الفلاني و إنما يقول لهم ما تجد به أنفسكم هكذا يقول لهم بارك الله فيك وصل لهذه الرسالة يا أبا محمد و لو ترك أفضل و أنا أنصحك نصيحة أبو محمد ما دمت أنك من أهل الفضل و أهل الخير زاك الله خير و ما رأيك أبو محمد أنك أنت تعطي راتب مكافأة تقول أرسل لك كم تأخذ من الأولاد قال لك والله مثلا أخذ ما مقداره عشر دنانير و إلي عشرين دينار قل له علي شهريا أنا برسل لك و صدقه أنا أقترح عليك أنا أقترح عليك اقتراح و أفتح لك باب من أبواب الخير و إلا واحد ممن يشاهدنا من أهل الخير يتواصل معك أو ممن يعرفك يقول لك أنا والله أنا بتبرع بمكافأة هذا المحفظ و القائم على هذه الدار أبو محمد بن الكويت يقول يعني بالنسبة للصدقات الواجبة يعني ما هي الأشياء الواجبة و الأشياء المستحبة أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لما يتعلق بالأموال من حيث ما يجب فيها أولا الزكاة و الزكاة ركم من أركان الإسلام قال تعالى و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و قد ذكرت الزكاة مقرونة في الصلاة في أكثر من عشرين موضع في القرآن و النبي عليه الصلاة و السلام كما في حديث ابن عمر في الصيحين قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إتاء الزكاة فالزكاة فريضة فرضها الله عز و جل و لها أحكام فتجب في أربعة أصناف في النقدين الذهب و الفضة و منها طبعا النقود الآن النقود هذه الفلوس و في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار و في بهيمة الأنعام وهيمة الأنعام هي الإبل و البقر و الغنم فقط و في عروض التجارة و عروض التجارة هو كل ما يعرض للبيع و الشراء لأن العرض هذا يسمى هو ما يعرض ثم يزول يعني يباع هذه الأربعة فقط و كل واحدة لها شروط يا أبو محمد يعني النقدين لابد من نصاب و حولان الحول عندك بهيمة الأنعام كل نوع له نصاب و حولان الحول و عندك الحبوب الخارج من الأرض بلوغ النصاب و عند الحصاد الوحيد اللي ليس فيه حولان الحول يعني مره السنة قمرية و إنما عنده حصاده و آتوا حقه و يوم حصاد و بالنسبة لعروض التجارة إذا بلغت النصاب و حال عليها الحول يزكيها هذا الزكاة الثاني بارك الله فيك زكاة الفطر هذه واجبة زكاة الفطر و هي التي يخرجها الصائم في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد و رخص النبي عليه الصلاة و السلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين هذه فريضة كما جاء في حديث ابن عمر فارض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر زكاة الفطر هذا الشيء الثاني الأمر الثالث ما يتعلق بالديون هذه من الواجبات فأي شخص عليه دين يجب عليه أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الناس و يسدد و يباشر بالتسديد و لا يتساهل و لا يتهاون و لا يسوف و إنما يبرئ ذمته قبل أن يلقى الله عز و جل بالنسبة لحقوق هناك كثيرة مثلا مثلا الإنفاق على الزوجة واجب الإنفاق على الوالدين واجب الإنفاق على الأولاد واجب هذا كله من الواجبات بقية الأشياء من الصدقات يعني عندك الوقف الوقف هذا أفضل الصدقات و تحبيس العين و تسبيل المنفعة توقف شيء معين مثل الدار اللي سويتها جزاك الله خير هذه وقف أجرها إن شاء الله يجري عليك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى هذا الوقف يسمى أي إنسان عنده قدرة على الوقف يوقف يوقف و لذلك يقول جاء بن عبد الله لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف الصدقات العامة الصدقات العامة المقطوعة هذه يعني طعام الطعام و الكسوة من يحتاج إلى كسوة و يعني إعطاء المحتاجين و كذا الصدقات العامة و هذه لا يشترض أن تكون على فقير يجوز الصدقة على كل أحد حتى على غير المسلمين حتى على غير المسلمين اللي يجيبه رجل من المونة في البيت صدق تطعمه يطعم زوجته صدق هذه يسمى الصدقات العامة مبارك الله فيك هناك طبعا مسائل كثيرة مثل الهبات و الهدايا و العطايا سبق لي كلام مطول فيها لكن هذا باختصار يا أبا محمد نعم فضلي أمرضوان السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله مبارك علينا و عليكم رمضان يا شيخ اللهم أمين زاكم الله خير شيخ من فضلك زوج تأخي تعيش منذ فترة يعني منذ أيام حالة نفسية حد فهي أحيانا تبكي أحيانا تصرخ أحيانا تضحك فعرض عرضها أخي على الطبيب أعطاها يعني أدوية عصاب ولكنها كانت قوية لم يريد أن تتناولها وأخذها إلى راقي فأنا أسأل يعني أخذها إلى راقي الأول قال عندها عين الراقي الثاني قال عندها مس الراقي الثالث قال عندها سحر فمن نصدق يا شيخ و كذلك هناك راقي ضربها بضرب خفيف بعصا يعني أسأل إذا كان هل الراقي أن يعلم يعني ما مصدر لهذه الحالة هل زوجة ابنك يا أمرضوان هذه زوجة أخي زوجة أخيك نعم يا شيخ طيب السؤال الثاني يا شيخ أريد أن أسأل عن صحة يعني ما قولت أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شريها للطعام وكان يتأخر على رسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدوه لكتابة الوحي هل هذا صحيح حتى لدرجة أن رسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال له لا أشبع الله لك بطلا أثمان ولا معاوية يا أم رضوان معاوية ابن أبو سفيان معاوية يا سيف طيب بارك الله فيك أهلا وسهلا مرحبا أختي أم فرقد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنه منك صحيح للعمال راح تلعمر اندأيت لك هنا شوالله قدامه في كأبة الله يطوله بعمرك ويحفظك وأنت وإهلك يبارك فيكم الله يسلمك عنه الحمد لله والشكر الله طعمني عمرتين في شعبان ودخل علينا رمضان عملت عمره في رمضان مع شهر ولما رجعنا بالطائرة فطرنا يعني صار المغرب وقت الفطور فطرنا فبعد ما فطرت صليت المغرب والأشي قصر وجمع يعني فهل الصلاة صحيحة أو أعيدها يا شيخ؟ وفي الطائرة ها؟ في الطائرة نعم الله يضع عليك إن شاء الله مع السلام أهلا وسهلا طيب طيب تسنيم من الشارق بارك الله فيها تسأل تقول إذا كانت المرأة في مكان عام مثل حديقة مثلا وأرادت الصلاة مع وجود أشخاص يعني هل لها أن تصلي وإذا أرادت الصلاة تصلي جالسة أم واقفة أختي تسنيم بارك الله فيك بالنسبة للمرأة والرجل إذا دخل عليهم وقت الصلاة فيجب عليهم أن يبادر إلى الصلاة أن يبادر إلى الصلاة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والمرأة مأمورة صحيح بالاستتار فتبحث أولا عن مكان تصلي فيه مسجد فإن لم تجد مصلى فإن لم تجد تصلي خلف حائط أو حائش أو شجرة مثلا أو خلف السيارة مثلا إذا كانت السيارة داخل الحديقة مثلا أو يعني تجعل زوجها وأولادها يعني سترة بحيث تجعلهم أمامها وتصلي إليه هذا الأصل فإن لم تستطع صلت ولله الحمد قائمة قائمة لكن تحاول أن تلملم نفسها في الركوع والسجود تلملم نفسها إذا كانت بمحظة الرجال لكن تصلي قائمة بارك الله فيك فوجود الرجال لا يمنع المرأة من القيام في الصلاة بارك الله فيك تسنيم تقول أنا كنت في التشهد الأخير في الصلاة عفوا تقول كنت في التشهد الأخير في الصلاة وتذكرت بأني ما أتيت بركع يعني صلاتي ناقصة ماذا أفعل في مثل هذه الحالة هل أكمل التشهد أم أنني أقوم آتي بالركعة أختي تسنيم بارك الله فيك بالنسبة للمصلي إذا تذكر وهو بالتشهد الأخير أن صلاته ناقصة وأن بقيت ركعة يجب عليه وجوباً أن يقوم وأن يأتي بيه الركعة ولا يجوز له أن يستمر في قراءة التشهد لأن التشهد هذا ليس موضعه من حيث الأصل وإنما وصل إليه خطأ وصل إليه خطأ فتقوم تقومين تأتيم بالركعة كاملة ثم بعد ذلك تركعين وتسجدين وتتشهدين من جديد ثم تسجدين سجدتين قبل السلام بارك الله فيك تسنيم تقول الوتر طبعاً ثلاث ركعات أصلي ركعتين وبعدين ركعة ثالثة لكن ما أجيب الدعاء تسنيم بارك الله فيك أولاً أريد أن أصحف معلومة لك ولأخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات الوتر ركعة واحد الوتر ركعة واحد ويمكن أن يكون ثلاث ركعات ويمكن أن يكون خمسة ويمكن أن يكون سبعة ويمكن أن يكون تسعة ويمكن أن يكون أحد عشر ركعة كيف ذلك؟ أولا الوتر كما ذكرت لك هو الفرد فممكن الإنسان يوتر بركعة واحدة فأنت الآن صليت ركعتين يسمونها العوام الشفع و أيضا فقه يطلقون عليها الشفع لأنها مشفوعة هي ركعة مشفوعة إلى ركعة لما تسلمين تقومين إلى الركعة اللي هي واحدة هذه الوتر فقط هذه تسمى وتر أما اللي قبلها ما تسمى وتر واضح لكن إن سرتيها صارت وتر يقال صلت تسنيم ثلاث ركعات وتر ولا تشبهين بالمغرب ما تشبهين بالمغرب واضح فإذا صليت ثلاث ركعات هذه وتر إذا صليت خمس ركعات سردا سردا ما تجلسين إلا في الركعة الأخيرة هذه وتر إذا صليت سبع ركعات سردا هذه وتر هذه تسمى وتر إذا صليت تسع ركعات فالركعة الثامنة تجلسين تتشهدين ثم تقومين ما تسلمين ثم تأتين بالركعة التاسع هذه سمونا وتر هذه سمونا وتر النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة أما تقولين أنا أصلي ثلاث ركعات وتر لا أنت صليت الشفع يسمونه الشفع ثم جبت ركعة الوتر الأمر الثاني دعاء القنوث ليس واجبا ولا تبطل به الصلاة ولله الحمد فلو أن شخصا يصلي الوتر ثم ما دعه متعمد صلاة صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على قنوة الوتر ما كان يواظب على قنوة الوتر حتى الصحابة رضي الله عنه كانوا تقريبا يقنطون من بعد منتصف رمضان إذا انتصف رمضان بدأ يقنطون بالدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي الصبط أبو محمد رضي الله عنه اللهم هديني في من هديت وإلى آخره وبدعاء عمر بن الخطاب اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وغير ذلك لكن إذا حب الإنسان يقنط دائما ما في بأس لأن العلماء بالإجماع على مشروعية القنوط طوال السنة كيف طوال السنة؟ يعني في كل قيام ليلة يجوز الإنسان أن يقنط فإذا كان هناك حاجة ما في بأس أن يقنط الناس طوال رمضان لكن لو ترك شخص القنوط ما ينكر عليه ما يجد أن يقال أن تركت شيء واجب أو استدرسه لأن هذا من المستحبات وليس من الفرائض اللازمات أم رضوان من الجزائر تقول زوجة أخي مرت بحالة نفسية صعبة جدا وصراخ وضحك وتقلب مزاج وشيء من هذا القبيل تقول يعني وداها لطبيب النفس يعطاها أدوية عصاب ما نفع معها أخذها الراقي لأكثر من راقي تقول الروقات اختلفوا منه من يقول عينه منه من يقول مسه منه من يقول سحر هناك راقي ضربها ضربا خفيفا ما حكم ذلك أختي أم رضوان بارك الله فيك أولا طبعا بالنسبة للإنسان يمر بأعراض أمراض والحالات هذه تحصل عند يعني الناس منهم من تكون الحالة صعبة ومنهم من تكون الحالة متوسطة ومنهم من تكون الحالة يسيرة ولله الحمد لكن الإنسان عليه بالروقية والروقية سواء الروقية نافعة سواء للأمراض العضوية أو الروحية الروقية نافعة بإذن الله فتنصحين زوجة أخيكي بقراءة الفاتح على نفسها باستمرار أيضا آية الكرسي والقواقل الثلاث أو القواقل اللي في آخر القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس هذا طيب وزوجها أيضا يقرع عليه أمر الثاني ما ذكرته من أحوال الروقات هذا يثبت يعني لما كنا نتحدث به كثيرا ولما نذكره يعني في مناسبات عدة بأن الروقات يختلفون منهم الراقي المتقن الجيد العارف لشروط الرقية ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو متطفل على مائدة الرقات ويعني وجد فرصة أنه يدخل مع هذا الباب الظاهر يعني وظيفة من لا وظيفة له أو حرفة من لا حرفة له نسأل الله العافية والسلام ولذلك أخت الفاضلة قولي لزوجة أخيك هي تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله وتقرأ هي على نفسه وأيضا تخبرين زوجها بأن هو الذي أيضا يقع عليها وهذا لا يمنع من الاستعانة بالروقات الشرعيين الصادقين والجزم بأن فيها كذا وكذا هذا غلط لأن هذا من أمور الغيب هذا من أمور الغيب فجزم الراقي على أن والله فيها كذا وكذا فهذا من الأخطاء اللي يمارسها الرقاء أو بعض الرقات مع مرضاهم يعني لاحظ في فرق بين العين وبين السحر فرق كبير وفي فرق بين المس وبين العين فلذلك تتنبهين أما قضية الضرب وإن كان قال بها بعض العلماء أنا لا أراها لا أرى الضرب وإن كان قال بهذا بعض العلماء لكن يجتنب الضرب يجتنب ومثل ما ذكرت لك تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله ولا يلتفت قلبها إلى الرقات لأن هذا يكون فيه ضعف في التوكل على الله عز وجل هي ترقي نفسها بارك الله فيك أمر رضوان تسأل عن صحة بقولة أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان شريها في الطعام وكان يتأخر عن كتابة الوحي وشيء من هذا القبيل أختي أمر رضوان بارك الله فيك بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل خال المؤمنين وكاتب الوحي والذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض وله قدم الصدق في الإسلام وله سابق عظيمة وله منجزات في نشر الإسلام يعني يضاهي فيها كثير من من سبقه بل بعض كابن عباس شهد له شهادة عجيبة جدا وبيّن بأن لا يجوز أن يقارن معاوية بأبي بكر وعمر مثلا لا معاوية جاء في فترة ولكن منجزاته في هذه الفترة يعني تدل على إيمانه وصدقه وما عرف عن أحد من الصحابة أنه وقف موقفا في معاوية ضد معاوية رضي الله عنه ما حصل من الفتنة المشهورة هذا العلماء يكفون ألسنتهم عنه يكفون ألسنتهم عنه ولا يخضون فيه وما ذكرتيه أخت الفاضلة هذا جاء في صحيح الإمام مسلم والإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في فضاء المعاوية وفي مناقب معاوية وليس في ما يقدح في معاوية رضي الله عنه فمعاوية كاتب الوحي ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يأكل وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد على أن الإنسان لا يقوم من الطعام ونفسه تشتهيه الجواب سهل جدا يعني فثم وأما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم بأن هذا الدعاء لا يحمل على ظاهره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تربت يمينك رغم أنفك ثكرتك أمك عقرة حلقة أدعي كثيرا هذا يجري على قاعدة العرب بأنه لا يقصد شيء لا يقصد ذات الدعاء وإنما هذا يجري على يجري على اللسان ومن ذلك ما ذكر ما جاء في الحديث لا أشبع الله بطنك هذا ليس على سبيل الدعاء عليه وإنما هذا يجري على مثل ما قال رغم أنفك تربت يداك وشيء من هذا القبيل والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل وهذه مسألة عامة أنه ما من دعوة دعاها على شخص أو لعنة إلا يجعلها الله عز وجل له رحمة و صلاة هذه عام حتى لو حصل أن النبي سلم دعا بالقصد إلا تكون صلاة و رحمة ولذلك العلماء من علماء أهل السنة أخذوا هذا الحديث وجعلوه في مناقب معاوي في فضائل معاوي مثل الإمام مسلم رحمة الله عليه خديجة أم فرقد من الشارق بارك الله فيها تقول بأن أخذت عمره و هي راجعة في الطائرة تقول أفطرنا في الطائرة و صليت المغرب و العشاء قصرا و جمعا تقول ما حكم ذلك أختي أم فرقد بارك الله فيك ما فعلتيه صحيح لأنك مسافرة و المسافر يرخص له القصر و الجمع أيضا فكونك يعني دخل عليك وقت المغرب و أفطرتي ثم صليت المغرب و العشاء المغرب ثلاث ركعات و العشاء ركعتين فعلتي الشيء الصحيح و لله الحم و المنة و هذه سنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الآن الشيء ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته